اشتركوا في القناة توصل ايران زعزعة امن المنطقة والعالم عبر الاستمرار في محاولاتها المتكررة لاصال الاسلحة الى الميليشيات المسلحة في المنطقة والمضيف سياساتها المزعزعة للاستقرار والامن الدوليين لا حقيقة بازغة اكثر من تلك والشواهد مستمرة عمليات عدة اعلنت عنها مملكة البحرين احبطت خلالها يد النظام الايراني الملوث بالتدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية ودول المنطقة والذي وصل الى حد محاولة تهريب الاسلحة الى داخل المملكة والتي كان لها جنودنا البواسل بالمرصاد وضمن سياق اقليمي وعالمي من الارهاب الايراني ظلت الاسلحة الايرانية التي يتم احباطها مرارا وتكرارا دليلا دامغا على استمرار تورط نظام ايران في نشر الفوضى وزعزعة الامن عبر دعم الميليشيات المسلحة في المنطقة ومساندة الارهابيين في مخططها الاجرامي وقد نجحت قواتنا الباسلة في مملكة البحرين في التصدي لهذه التهديدات الارهابية واكتشاف مخططات الارهابيين المدعومين من ايران وعلى رأسهم ما يسمى بتنظيم سرايا الاشتر كما قامت مملكة البحرين بالقاء القبض على اعضاء المنظمات الارهابية الموكل اليها تنفيذ مخططات ارهابية مدعومة من قبل ما يعرف بحرس النظام الايراني الثوري وحزب الله الارهابي وامام هذه الحقائق وغيرها لا تزال مملكة البحرين من اشد المطالبين باستمرار فرض حظر الاسلحة على النظام الايراني لمنع النظام من الحصول على ادوات تغذي الارهاب في المنطقة وتعزز من التدخلات الخطيرة في شؤون المملكة ودول المنطقة والعالم باسره عبر دعم نظام طهران للارهابيين والمتطرفين بالاسلحة والمتفجرات لتحقيق اجندات مشبوهة وتصدير الارهاب والتطرف الى الدول الوطنية وشعوبها